للحديث عن زيارة الكاظمي لطهران في وقت يضيق الخناق على إيران دوليا ويرفض الشعب الإيراني حكامها داخليا ينضم إلينا عبر سكايب رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل أستاذ مصطفى مرحبا بكم يعني بداية قبل الدخول في تفاصيل هذه الزيارة كيف تقيم زيارة الكاظمي لطهران في ظل الشروط المفروضة من قبل طهران حتى قبل بدء الحوار ما بين حكومة بغداد وأيضا حكومة طهران السلام عليكم وحي مشاهديك الكرام الحقيقة هذه الزيارة ابتداء بلقائه بمرشد الإيراني علي خامنائي وليس انتهاءا بمؤتمر الصحفي الذي عقده مع الرئيس الإيراني حزر روحاني وما دار بين هذا وذاك خلف الكواليس كلها تؤكد أن هذه الزيارة القصد منها إنقاذ رقبة إيران من العقوبات الأمريكية المفروضة عليها والدولية وبالتالي فتح الأسواق العراقية أمامها وربما جعل العراق ممر لها لتصدير منتجاتها وتصدير نفطها إلى العالم وبالتالي فهذه الزيارة ليست في صالح العراق وإنما في صالح إيران وقد أعلن رئيس الوزراء العراقي الحالي مصطفى الكاظمي بوضوح أنه لن يسمح لا بانطلاق هجوم على عدوان يعني هو يسمح على إيران من العراق ولن يسمح بخنق الاقتصاد الإيراني وستكون الأسواق العراقية مفتوحة أمام المنتجات الإيرانية والتصريحات الإيرانية التي رافقت زيارة الكاظمي وخصوصا تلك المتعلقة بفتح المنافذ الحدودية وبرفع التبادل التجاري والحقيقة هو المقصود ليس التبادل التجاري بمعنى الكلمة وإنما هو لأن العراق لا يصدق شيئا لإيران وإنما هو تصدير المنتجات الإيرانية إلى الأسواق الأمراقية رفعها رفع المبالغ قيمة التصدير إلى 20 مليار دولار سنويا هذا كله كما قلت يؤشر محاولة لإنقاذ الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة عليه أستاذ مصطفى سنتحدث عن قبول اتفاقية التبادل التجاري بين الطرفين ولكن دعني أعرج هنا إلى ما صرح به نائب الرئيس الإيراني حسن روحاني حيث صرح على هامش زيارة الكاظمي أن بلاده تتوقع متابعة جدية من قبل الحكومة في بغداد لقضية مقتل قاسم سليماني في بغداد هنا إلى أي مدى ترى أن التصريح يمثل حالة الابتزاز التي تهندسها إيران لهذه الزيارة يعني من الواضح حتى في زيارة ضريف وزير خارجية إيران إلى بغداد قبل يوم واحد من زيارة الكاظمي إلى طهران ولقاءه برئيس مجلس القضاء على فائق زيدان أنها محاولة لابتزاز العراق ومحاولة واضحة جدا للتدخل في شؤونه وأيضا يعني كما يقال محاولة فرض أمر واقع على السلطة في العراق لأن هذه القضايا يعني المسائل القضائية في أي بلد هي مسائل داخلية ولا يجوز لدول أخرى التحكم بها أو التأثير عليها أما كون سليماني مواطن إيراني يعني فهو وجوده على الأراضي العراقية وجود غير شرعي وبالتالي هو من فتح الأبواب أقصد إيران من خلال سليماني فتح الأبواب لصراع أمريكي إيراني على أرض العراق لو كان سليماني مواطنا إيرانيا دخل إلى العراق محترما سيادة العراق واستقلاله وأمنه ولم يتدخم في شؤونه الداخلية ولم يفرض على كل المسؤولين ابتداء من مؤسسة الرئاسة ورئاسة الوزراء والبرلمان وكل التفاصيل اللاحقة والعناوين المدرجة تحت هذه التسميات يفرض عليهم شروطه وإملاءاته لو كان مواطنا اعتياديا كما قلت أو زائرا أو دبلوماسيا فإنه يحظى بكل الحماية من جانب العراق لو كانت للعراق سيادة أما العراق منتهك سيادته من الاحتلال الأمريكي مع الأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل شكرا جزيلا لكم